سيد ستيفن نبيل الناشطة الإعلامية حياك الله ستيفن حياك الله أستاذ السلام عليكم وعلى جميع المتابعين وقناة العراقية وشارك العراقية شرفتنا بسؤال البداية الإعلام اليوم بأميرك شوند يتعاطى ويتعامل مع معركة الفلوجة قبل أن نبدأ بالتدوين أولا تحية لكل قوات الأمنية والعشكرية تتقاتل في جميع جزهات تحية لكم الإعلام الغربي صراحة حالياً نشوف أحسن معطيات أحسن من قبل 2-3-4 لأن الشباب العراقي هجم هجمة كل شكوية على تويتر وعلى بيتروف وجميع الصفحات الوطنية والفلوجات والأكاونتات والناس والمتابعين كلهم تحولوا إلى مدونين ومراسلين خارجين مما أدى إلى وصول المعلومات بصورة أسرع إلى المراسل الأميركي ستيفن مهنانا السؤال يعني أنا أقصد أنه وسائل إعلام الموجودة بأميركا بعد يتعتمد على الكلاسيكيات التقطية الإخبارية أنه تعتمد على المراسلين وعلى الوكالات الموجودة بأرض المعركة لو تجهد فعلاً أنه تأخذ الأخبار بشكل موثق من وسعل التواصل الاجتماعي مشكلة العجو أنه استغل وجود بعض من المتعاطفين معه في الخارج الذين يلبسون القاتل والرباط وأوهم الناس أنهم مدنيين وناس جينة لكنهم في داخلهم دواعج هم أوصلوا كلمات موزنة وأخبار موزنة على مدى السمية حالياً بعض الصحف الأجنبية والوكالات الأجنبية أجهما كاتل في بغداد تتروح ويرخي شدوية جيش ويرخي شمار جيد تتزور الجبهات تتشوف في الوضع لذلك الأخبار تتوصل بصورة أحسن ما يجعلها يعني حالياً المواطن العراقية أنت طبعاً توتراك وفتاينش في الأطبار باللغة الإنجليزية والعربية دي أعمل كدورة المحضر الرقيب اللي يساعد هاي الوكالات العالمية على تغسيق أغبارها يعني من يشوفون أنه أقرجوا وانتصال العراق هم يتشجعون يجزون راسل أو يتصلون بنا أنت مدون معروف ستيفن ومشهور ومستمر ونشط على مواقع التواصل الاجتماعي شلون يشوف اليوم حملة الهاشتاغ اللي دي يشتغل عليها المدونين العراقيين وشلون ده تصير صيغة تحرير هذا الهاشتاغ حتى تنتشر أحيي العزيزي إخنا لا مشهوري لأشيي إخنا فقط خدم الوطن نبو فضل علينا جميعاً مثل ما لديون دي قاتل أحسن بس أنا أقول المدون النشط ستيفن المدون النشط المعروف عند الناس يكون إلى تأثير وهذا هو المهم طبعاً نعم 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 طبعاً نحاول نوحد الصوت نحاول نوصل صوت الجنود فيديواتهم ومعنوياتهم العالية فالنتيجة أنه يخنف الهاشتاغات الجند اللي قاعد بجره عنده افتراحه وقاعد دياء كل العشق يفتح تليفوني نشوف أهله كله وياهم أكيد راح يفرح شون اللاعب يمن خلي نقول إحنا ده نتعارك المنتخب العراقي يلعب بغداد كيش؟ لأن اللاعب يمن يلعب على الارض بين جمهورة وناس يطريح اسمه يتقدم أكثر كلاك الجندي يمن يلعب على الارض يشوف أهله يتابعون فيديواتهم وفطولاتهم راح يفرح وانت بسرعة داعش أكثر لا فعلاً هو هاي تسمية الحجد الإلكتروني صحيحة يعني اليوم بدأوا المدونين يعلنون ساعة صفر لإطلاق هاشتاغ يعني كأنه ساعة صفر لمعركة وهذا جميل وسابق أترى بالعراق هاي ستيفن طبعاً أخي هاي معركة لأن الإعلام الدولي من نظام الوياب الشعور تضام الوياب بالوضع الحكومات والسياسات تغير أسلحة تغير كل شيء تغير لذلك كل مش مهمة دعم اليوم ساني تغير أكو منظمات لتوصل لها معاناة النازحين والأيتام عن طريق هاي الهاشتاغات وعن طريق هاي الصور المقالات لذلك جداً مهم وأيضاً أكو شيء جداً مهم المتعاطفين مع داعش اللي قاعد بالدول العربية والدول الغربية ودي أخذ أخبار من داعش وعبال المعركة مقدرة سودينية على دول الداعش وهو كل كل اليوم بيشوف الحقيقة بيشوف داعش يقتل المدنيين بيشوف داعش يقتل أهالي المعارضة المحتلة راح يغير رأيها يمكن ما يحتفظ لنا السفر داعش قبل قليل السيدة بفراس الحمداني ذكر أنه هكو مؤسسات تشتغل على نشر الإشاعة وعدها أذرع تشتغل وياها فعلا يصير حشد ألكتروني منظم بأنه من أكو بعض المواقع وبعض الصفحات المؤثرة بتشويه صورة المعارك أو صورة الانتصارات بأنه يكون تحشيد عليها لغلقها أو معرفة من اللي وراء هاي الصفحات أكو هاي صار؟ أكو هاي تجارب؟ أكو صفحات هدفها هي كلها تعمل سوى تشوف صورتها مدنية ويحط لك فيديوهات مضحكة لكن بالحقيقة هي عبارة صفحات داعشية تستهدف المدونين تستهدف الحكومة تستهدف الجيش والحيشة تستهدف جميع بالمقابل أنتوا استهدفتوا هاي الصفحات ستيفن؟ الأخوان دائما يعني الشعب العراقي ما يقبل الغلط يشوفون شي غلط يشوفون الإشارة داعش يستهدفوها إن شاء الله يكون عندنا تعاون أكثر بمستقبل أنه نضحها الجهات ونقول ترى يعني أكو بس نصريحها إلى جميع الناس أخواني أنا أخوكم نظر منكم لمن يشوفون صفحة وهمية ما يتعلمون العادم منه رجعا نصدقون بالأخبار قد يكون هذا داعش قد يكون سموه بقتادة قد يكون ضابط مخابرات الدولة الشنبية فديروا بالكم ممكن تشوفوا بالفيسبوك إذا ممتناموا بس صدقون به وهاي يعني المطلوب أنه أكو حملة حسا حملة أخلاقية أنه ليكون النشر بس لغرض الاستمرارية أو لغرض حصد اللايكات بقدر ما مصداقية ونقل الخبر لدعم الشارع العراقي نفسيا ودعم المقاتل معنويا أيضا وهي حقورية تجي على المتابع أن يشوف إذا المدون أو الإعلامي ينطل الصور صحيحة يدعمه ويشانده ويحطه وغير أما إلى شاف الأكس لا لنبهي يقول أنت ماذا تساعدنا لذلك المطابع هو أيضا هو الناشر وهو المطابع وهو الدعم اللي في هائل مباركة جهودكم ستيف النبي لا نشكرك شكرا جزيلا الناشط الإعلامي من الولايات المتحدة ممتنئ لك جدا